ثم بعد ذلك تمت الصفقة في عام تسعة وتسعين واستقال اليمين زروال وخلفه عبدالعزيز بوتفليقة الذي انطلق في السلطة ونجح في كثير من الأمور ومن أهمها تفكيك العلبة السوداء لكنه صنع علبة عائلية تتكون من شقيقه أو عائلته ورجال السياسة ورجال المال والأعمال وبذلك رحلت العلبة السوداء التي كانت تتكون من الزار وغيره وما دفعت لاكوست وصنعت عصابة عائلية من يقودها شقيقه السعيد بوتفليق